فالعوام الذين يتبعونه يسيرون خلفه على غير هدى ولولا أننا نتورع أن نخوض في دمائهم لكنا حملناهم على الحق حملا ما أراه أن سيف الحلم أمضى من سيف البطش بويع الواثق بالله بالخلافة العباسية بعد وفاة والده المعتصم في عام 227 هجريا وكان الواثق يختلف قليلا عن المعتصم صاحب السيف ويختلف كذلك عن المأمون صاحب القلم واحتلت شخصية الواثق منطقة وسط بين المعتصم والمأمون فهو كان يميل إلى القلم وإلى الفكر والثقافة وكذلك كان يميل إلى السيف والتشدد مع الخصوم والمعارضة وسمي الواثق بالمأمون الأصغر لكثرة علومه ومعارفه ولكن على الرغم من كثرة علومه فإنه عرف عنه قلة درايته بالسياسة ولذلك اعتمد الواثق كما اعتمد قبله المعتصم اعتمدوا واتكلوا على الأتراك لحمايتهم اعتمد الواثق كثيرا على الأتراك في عهده وكان الواثق هو أول خليفة يستخلف من الأتراك سلطانا عليهم كذلك بالغ كثيرا في تشدده في مسألة خلق القرآن واعتمدها سياسة في ظلم المعارضة والخصوم محاولا بذلك فرضها كعقيدة واحدة على الناس أيضا وقد أرسل الواثق إلى أمير البصرة كتابا يأمره أن يمتحن الآئمة والمؤذنين والفقهاء في مسألة خلق القرآن وقتل الواثق الكثير من الأبرياء في امتحان الناس في هذه المسألة وكان منهم أحد كبار أهل الحديث في زمانه وهو أحمد بن نصر الخزاعي إذ أحضره من بغداد إلى سامراء مقيدا وسأله عن القرآن فقال ليس بمخلوق فقال الواثق لمن حوله من فقهاء المعتزلة ما تقولون في هذا فأجابوه هو حلال الدم فأخذوه وضريبت عنقه وبعد ضرب عنقه أمر الواثق بحمل رأسه إلى بغداد وصلب هناك صلب الرأس في بغداد وصلبت الجثة في سامراء واستمر الواثق في ذلك ست سنين كاملة فكان الواثق عنيفا ظالما مع هؤلاء العلماء وكان المعتزلة من حوله يحرضون الخليفة على الآئمة والعلماء فالمعتزلة هم الذين شجعوا المأمون والمعتصم والواثق على ارتكاب أفعالهم برئاسة مندوبهم وشيطانهم أحمد بن أبي دؤاد فهو الذي حرض الواثق وهو الذي حمله على التشدد في المحنة ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن وكانت حوادث القطع والصلب والحرق التي عرفها عهد الواثق كانت كثيرة جدا ولكنها كانت الفترة الأخيرة التي تقام ضد الآئمة والعلماء والفقهاء في هذه المحنة فعندما بلغت المعتزلة قمة السلطة وتسلط على الخليفة والعباد والبلاد من بعد ذلك بدأ عصر النزول وصولا إلى الطرد من ديوان الخليفة وكان ذلك في عهد الخليفة المتوكل الذي سيأتي بعد الواثق الذي أخذ وقته في التفكير ودرس الأمر على مختلف وجوهه وفاضل بين السلبيات والحسنات فوجد أن الأفضل هو اتباع السلف في خطاهم وخطواتهم وفي عهد الواثق لم يتعرض أحد للإمام أحمد وقد رأى الخليفة الواثق أن التعذيب لا يفيد في من كانت إرادته كالحديد والجبال ومن عرف عنه أنه لن يحيد عن الحق مهما حصل وكان الخليفة يرى أتباع ابن حنبل يزدادون يوما بعد يوم ثم كتب الواثق إلى محمد بن أبي الليث بامتحان الناس أجمعين فلم يبق ثقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة فهرب كثير من الناس وملئت السجون بمن أنكر المحنة وأمر بأن يكتب على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق فكتب ذلك على المساجد ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المساجد أي منعوهم من التدريس والكلام مع الناس وبعث إلى الإمام أحمد بن حنبل أن يحدد إقامته وقال له الخليفة لا تساكني بأرض أبدا وأمره أن يخرج من بيته ويظل الإمام أحمد متخفيا حتى مات الواثق ووقاه الله شر ذلك الخليفة وأراه سبحانه ثمرة جهاده وصبره فأكرمه وأعلى ذكره وخسف بأعدائه وأذلهم وجعلهم عبرة وفي آخر خلافة الواثق من الله عليه بالهداية فرجع عن القول بخلق القرآن وكان السبب في هذا أنه جئ إليه بالشيخ الأذرمي جئ به وهو مقيد بالأغلال من جملة من يؤتى بهم إلى الخليفة فيكرههم الخليفة على القول بخلق القرآن فإن أبوا ذلك قتلهم ونكل بهم فلما دخل الأذرمي على الواثق قال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال الخليفة لا سلمك الله ولا عليك سلام الله فقال له الشيخ إن الذي أدبك بهذا لم يحسن تأديبك ويشير بذلك إلى ابن أبي دؤاد لأنه هو شيخه وكان ابن أبي دؤاد حاضرا في هذا المجلس فقال الشيخ إن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأنت ما حييتني بمثلها ولا بأحسن منها فتعجب الخليفة وأمر ابن أبي دؤاد أن يناظر الشيخ فقال له ابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن فقال الشيخ ما أنصفتني أنا الذي أبدأ بالسؤال فقال الخليفة دعه يسأله أولا فقال الشيخ ما تقول أنت في القرآن يا ابن أبي دؤاد فقال إنني أقول إن القرآن مخلوق فقال الشيخ ما قالتك هذه التي حملت الناس والخلفاء عليها هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لم يقولوها فقال ابن أبي دؤاد كلا لم يقول ذلك فقال له هل كانوا جاهلين بذلك أم عالمين فقال ابن أبي دؤاد بل كانوا جاهلين بها فقال الشيخ شيء يجهله رسول الله وأبو بكر وعمر ويعلمه ابن أبي دؤاد سبحان الله فقال لا بل كانوا عالمين بها فقال الشيخ هل وسعهم أن يسكتوا أم أنهم حملوا الناس على ما حملتهم عليه هل بعدما علموا بهذه المقالة هل قالوها أو أجبروا الناس على ذلك فقال ابن أبي دؤاد لا بل سكتوا على ذلك فقال الشيخ شيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وما واسعك أنت فسكت ابن أبي دؤاد وقال الواثق اصرف الشيخ وخل سبيله ولم يأمر بقتله ثم اختل الواثق بنفسه وصار يفكر ويردد قول الشيخ شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما وسعك أنت ثم خرج الواثق وأمر بإطلاق سراح الشيخ ورجع عن القول بخلق القرآن وارتفعت الفتنة عن الآئمة بحمد الله ثم توفي الواثق وتولى بعده أحد الخلفاء الصالحين وهو المتوكل فأعلن السنة وكتب إلى العلماء في الآفاق بأن يمنع الناس من الخوض في هذه المسألة وأصدر إعلانا عاما في كافة أنحاء الدولة نهى فيه عن هذه البدعة فعم الفرح في كل مكان وزالت بذلك هذه المحنة وانتصر الحق على الباطل إن الباطل كان زهوقا ولهذا لما قيل للإمام أحمد أيام المحنة يا أبا عبد الله انتصر الباطل على الحق فقال الإمام والله منتصر ولا كان له أن ينتصر ويعتبر عهد الواثق فترة انتقالا بين عصرين مختلفين من عصور دولة الخلافة العباسية وشهد في كثير من مظاهره ما كان سائدا في عهد المأمون وعصر والده المعتصم وتصد الواثق في بداية عهده لحركات الأعراب من بني سليم وغيرهم من البدو الذين عاثوا فسادا في جهات المدينة وفرض الواثق الأمن على الطرقات التجارية في شمال الجزيرة واعترى إدارة الواثق الضعف والتحكم من قبل الولاة والبطانة وتفشت الرشوة في عهده وكثر الفساد وانتهج هذا الخليفة سياسة التشدد تجاه عماله مقتفيا بذلك أثر جده الرشيد وتبنى قوله المشهور إنما العاجز من لا يستبد فنكب بكتابه وانتزع الأموال منهم متهما إياهم بالإثراء على حساب الدولة ودام اعتلاء الواثق لسدة الخلافة العباسية قرابة الست سنوات وتوفي الواثق في عام 232 هجريا دون أن يولي على العهد أحدا من بعده وطلب منه أثناء مرضه ودنو أجله أن يوصي بالخلافة لأحد أولاده فرفض الواثق ذلك وقال لا أتحمل أمركم حيا وميتا وبذلك توفي الواثق وكان عهده نهاية العصر العباسي الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر